بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل معا أبناء الطلاب موضوع التقدير وفترات الثقة ونبدأ اليوم في تقدير فترة ثقة لمتوسط المجتمع ميو ونستخدم فيها كما قلنا سابقا بيانات العينة أي سنستخدم متوسط العينة إكسبار من خلال العلاقة التالية إكسبار ناقص زد بمستوى معنوية ألفة مقسم إلى جزئين على اتنين كما أوضحنا في الشكل السابق مضروبة في سجما على جزر إن أقل من أو تساوي ميو أقل من أو تساوي إكسبار زائد زد ألفة على اتنين مضروبة في سجما على جزر إن بيتضح عندي من شكل العلاقة التي تعطي فترة الثقة أن الإكسبار مرة بنقص منها ومرة بنزود عليها مرة ناقص ومرة زائد مرة ناقص ومرة زائد قيمة الزد ألفة على اتنين مضروبة في الخطأ المعياري أو الانحراف المعياري لإكسبار اللي هو سجما على جزر إن فلما نقص يديني الحد الأدنى ولما نزود يديني الحد الأعلى لذلك نحصل أو بذلك نحصل على فترة الثقة التي يكون لها حد أدنى وحد أعلى ويكون متوسط المجتمع ميو واقعا في منتصف هذه الفترة إذن لها حد أدنى يأتي بالطرح وحد أعلى يأتي بالجمع حيث تتحدث قيمة زد ألفة على اتنين حسب درجة الثقة أو مستوى المعنوية أيهما يعطيني أستطيع أن أأتي بالآخر كما يلي إذا كانت درجة الثقة تسعين في المية نعني أن مستوى المعنوية مكمل لها عشرة بالمية فإن زد ألفة على اتنين بتساوي واحد وخمسة وستين أو أحيانا بعض الكتب بتكتبها واحد ستمية خمسة واربعين إذا كانت درجة الثقة خمسة وتسعين في المية أي مستوى المعنوية ألفة بخمسة في المية فإن زد ألفة على اتنين أو قيمة زد التي سيتم التعويض عنها في فترة الثقة ستكون واحد وستة وتسعين بينما إذا كانت درجة الثقة عندي تسع وتسعين في المية أي مستوى المعنوية ألفة بيساوي واحد في المية فإن قيمة زد ألفة على اتنين بتساوي اتنين خمسة سبعة خمسة وأحيانا تكتب اتنين فاصل تمانية وخمسين بالتقريب نقول أن لدينا ثقة بنسبة واحد معيس ألفة في المية أي أن المتوسط ميول المجتمع يقع داخل هذه الفترة بدرجة ثقة تسعة وتسعين أو خمسة وتسعين أو تسعين وتكون قيمة ألفة المناظرة هي المكمل واحد من مية خمسة من مية عشرة من مية كما نعلم وقلنا أكتر من مرة أن قيمة المعلمة سجمة إذا كانت مجهولة نستطيع استخدام قيمة الانحراف المعياري اس بدلا منها كتقدير لهذه المعلمة المجهولة مثال مصنع لإنتاج المصابيح الكهربية اختير من إنتاجه عينة حجمها مية إذن إن بتساوي مية لتقييم جودة الإنتاج حيث حدد مدير المصنع معيار الجودة أن يتراوح عمر المصباح ما بين ألف وألف ومية إذا كان الوسط الحسابي لعمر المصباح في العينة المختارة ألف ومتين إذن إكسبار بتساوي ألف ومتين وانحراف المعياري أي سجمة بيساوي ميتين وخمسين داخل العينة إذن لن يكون سجمة وانحراف المعياري ميتين وخمسين طالما أنه من العينة إذن إس بيساوي ميتين وخمسين قدر فترة ثقة خمسة وتسعين في المية إذن واحد نايس ألفة بخمسة وتسعين معنى ذلك أن الألفة بتساوي خمسة بالمية لمتوسط عمر المصباح من إنتاج المصنع كله حيث أن الانحراف المعياري للمجتمع سجمة مجهول نستخدم الانحراف المعياري للعينة إس ويتم استخدام أيضا توزيع زد نظرا لأن حجم العينة كبير قلنا سابقا إذا لم يكن التوزيع معلوم أنه يتبع التوزيع الطبيعي وكان الانحراف المعياري للمجتمع معلوم نستطيع استخدام الانحراف المعياري للعينة مع التوزيع الطبيعي إذا كان حجم العينة كبير إنه بتساوي 100 إكسبار كما قلنا ب1200 سبينتين وخمسين واحد ناص ألفة خمسة وتسعين إذن ألفة خمسة من مية ألفة على تنين بتساوي خمسة من مية على تنين بخمسة وعشرين من ألف قيمة زد المحفوظة واحد وستة وتسعين فترة أي الثقة أو حدي فترة الثقة ميو أكبر من أو تساوي إكسبار ناقس إكسبار زائد نفس القيمة إكسبار في كل مرة بتنزل ألف ومتين ألف ومتين مرة ناقس لإيجاد الحد الأدنى مرة زائد لإيجاد الحد الأعلى ناقس أو زائد قيمة زد بواحد ستة وتسعين واحد ستة وتسعين مضروبة في إس على جزر إن إس بمتين وخمسين الإن بمية جزر المية بعشرة هيساوي ألف ومتين ناقس إيجاد هذه القيمة واحد ستة وتسعين في أمتين وخمسين على عشرة هتساوي تسعة وأربعين مرة بنقصها مرة بنزودها نحصل على متوسط المجتمع ما بين ألف مية واحد وخمسين وألف ميتين تسعة وأربعين ويدل هذا التقدير أن جودة المصابيح عالية في هذا المصنع حيث أن عمر المصباح أو متوسط عمر المصباح يتراوح ما بين ألف مية واحد وخمسين وألف ميتين تسعة وأربعين وكان مدير الجودة قد اشترط لكي يكون الإنتاج مطابقا للمواصفات أن يكون ما بين ألف ومية أو ألف وألف ومية كما رأينا سابقا الإنتاج هنا ظهر بأنه ما بين ألف مية واحد وخمسين وألف ومتين تسعة وأربعين ترجمة نانسي قنقر